بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والمباركة على سيدنا محمد مالعاني والصحابة اجمعين الله سبحانه وتعالى عز وجل الله خلق الانسان على وجه الارض اللي يبتليه نحن في امتحان دائم حتى تلقاه سبحانه وتعالى عز وجل الله اللي يبلوكم ايكم احسن عمل ايضا في الانسان ودائما في المواجهة انت لقى مع الذات مواجهة مع النافس مع الهواء مع الشيطان وثم في مواجهة الواقع الخارجي عن الذات مجالات لاحسن لها ولاعد المواجهة في الحرب المواجهة في الفكر في السياسات في الاقتصاد في كل ميدان من سينتصر اثناء هذه المواجهة انهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون فالذي يثبت في الميدان يكتب له الفتح والنصر هناك العلاقة بالحق وبين ثبت لان من معاني الحق مثبت يعني الشيء الذي لا يتزعزع ولذا سمال الله سبحانه وتعالى نفسه سمال نفسه الحق ذلك بان الله هو الحق المبين هو اسم وصيفه لله سبحانه وتعالى عزوان الله هذا أمر ثابت وفي مقابل الحق هناك الباطل مبني على غير أساس أو على أساس منهار فما بني على الباطل فهو سائر إلى الهدم لأنه أساسه منهار ولكن الحق دائما يبقى ثابتا بثبوت أهله الثبات في المحان كثير من الناس يثبتون فيها فالابتلاءات الابتلاءات التي تعلقوا بالتعذيب والسجون والشدة التي تمارسها الإنسان هو سمعنا نماذج متعددة في التاريخ كثير من الناس ثبتوا على الحق رغم ما نالهم من تعذيب في تاريخ الإسلامي يعني المئات في كل عصر وفي كل مصر محمد بن حنبال رضي الله تعالى عنه وأرضاه كيف ثبت على الحق لم يتزحزح رغم أن من كان معه هناك من لا أقول التضاء ولكن من تنازل على الموقف ما قيل له قول بأن القرآن مخلوق استجاب بعد يوم ويومين من التعذيب استجاب لرأي الدولة فقلت في الابتلاء كثير من المؤمنين يثبتون ولكن المشكلة عندما تأتي الرئاسة عندما يأتي الملك عندما تأتي الدنيا عندما تأتي هنا ينبغي الإنسان أن يثبت بالآخرة فنبغي أن يكون أن يثبت الإنسان في المحن وأن يثبت عند الشهوات وعند الشبهات فكثير من الناس اختلطوا عليه والحق بالباطل فإن حرفون أنا لا تزيق قلوبنا بعد إذا هديتنا ولنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب إذن فقلت الحياة كلها مواجهة والله سبحانه وتعالى عز وجل أمدنا بالأسلحة التي نواجه بها التي نستطيع أن نبقى صامدين ثابتين على الحق أجل ما ذكرته الآية الكريمة إذا لقيت في آدم فاثبتوا كيف نثبت؟ أذكر الله كثيرا لأن الذكر هو الارتباط بالله سبحانه وتعالى الزوجل فيحصل المدد من الله سبحانه وتعالى ويثبت الله سبحانه وتعالى قلب الإنسان على الحق ما دام الإنسان متصر بالله سبحانه وتعالى فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون بدون ذكر الله سبحانه وتعالى قد يصبر الإنسان الساعدة ويخاف لحظات ولكن سرعان ما يفشل وينهزم لكثير لعلكم تفلحون وأعطيعوا الله ورسوله الانهزام في مياد المعركة هو ناتج عن المعاصي سيدنا عمر رضي الله وتعالى أنه كان يوصل ليش إن أخوف ما أخف عليكم ليس قلة عددكم وكثرة عدوكم ولكن أن يقع الإنسان في المعصية فتتخلى عنه معية الله سبحانه وتعالى فتكون هزيمة وأعطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا إذن هذا التنازع يمكن أن يكون التنازعه بالأيادي بالسلح يمكن أن يكون التنازعه بالكلام بالصب والشتب والخطل يمكن أن يكون التنازعه بالكلام يعني مشاعر تجاه الآخرين الحقيقة الكراهية فإذا فشه التنازع كان علامة الخضلان والخسران ولا تنازعه يقول قوة الجماعة أين تكمن قوة الجماعة في ارتباط قلوب المؤمنين ببعضها البعض هذه قوة الجماعة فإذا كان هذه القلوب متنافرة سلام على الجماعة ولكن ما دمتها القلوب مرتبطة ببعضها البعض ما دمتها قول هنا نحن فهناك عناية الله سبحانه وتعالى أعز وجل ولا التنازع التنازع يؤدي الفشل وتذهب أريحكم وتذهب بصرتكم أصبروا إن الله مع الصابرين والصبر هو الثبت وحملوا النفس على ما تكره ثبتوا على الحق يكفي للإنسان أن يصبر في المحان وفي الشدائد بما أخبر الله سبحانه وتعالى هذه الزوجلة في هذه الآية إن الله مع الصابرين فإذا علم العهد أن الله معه يفضل قصر شفده في الثبات الله معي إذن من أي من أي أحد أخف كيف أتراجعي الوراء والله معي إن الله مع الصابرين وَلَا تَكُنُكَ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرْيَاءَ النَّاسِ وَلَا تَكُنُكَ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا بطرًا إذن كيف نخرج ما هو عكس هذا البطر اتستغيثون ربكم استجاب لكم أن يمودكم بألف من الملائكة مرضفين أن نخرج ونحن نستغيث بالله ننطرحه بين يدي الله نتوكله على الله نتوكله على الله سبحانه وتعالى أيضا هو مما يجلبوا النصر الذين قالوا لهم النسق الجمعوا لكم وخشوموا في زادا ومؤيمارا وقالوا حسبون الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله فانتصروا هنا تكون كل الذين خرجوا من ديارهم بطرًا إذن في الوقفات وفي المسيرات وفي المواجهات لا ينبغي أن يعتمد الإنسان على ذاته وعلى قوته وعلى مؤهلاته إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عليكم شيء وضاقت عليكم الأرض بما رحوت نتيجة الإعجاب الكثرة إذا أعجبتكم كثرتكم فلا بد أن نعيش العبودية لله سبحانه وتعالى لأن النصر بيد الله ومن نصر الله من عند الله سبحانه وتعالى عز وجل ليس متوقفاً على العداد وعلى القوة وعلى الإنسان أن يثبت على الحق مهما كانت الظروف في السراء وفي الضراء وفي المكره وفي العسري وفي اليسرى باعتماد على الله سبحانه وتعالى وبارتباط المؤمنين ببعضهم وبعض وبما ذكره سيد محمد بالصحبة التي منها التي هي قدوة في هذا السبت إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول السبت للحياة الجنة والآخرة قولوا قولي هذا بسلطة الله